السلام عليكم اخوتي المغربة. الابة اللي كانت دونك يشوفوني الان من هاد المنبر انني الوليداتكم رادازوا عندي راني معروفة اف انا قلن ذكر اسم المؤسسة اللي تعرضت فعل هاد العنف وتعرضت تعصفين طرف المؤسسة المؤسسة. اه يا مدرس كنت كنت اشتغل في هاد المؤسسة منذ الفين وخمستاش اه الى غاية الفين وواحد وعشرين لان انا جدت معي عقد جديد دي الالفين من الف الفين وعشرين الالفين وواحد وعشرين. المشكل ديالي هو انني جد في شهر ثمانية تصبت بكورونا. كنت من المخالطين. اعطاتني وزارة المندوبية وزارة الصحة الحجر مدة اه بعتاشر يوم. اه اعطات لي باش نجي الخدم. انا اخديت الحجر في تسعتاش شهر ثمانية. اعطات لي قلت تصليب المؤسسة او تلتحقي باش تباشر العمل ديالك النهار عشرين. والمعروفة الاخوان ان عشرين هو يوم عطلة جوغ في غيه توراة الماليك والشعب. واحد وعشرين اتين وعشرين عيد الشباب. من بعدها كيكون عندنا اه كيكون اه اه الحد عطلة يعني ربعة وعشرين عاد يمكن ندراسة تكون فتوحة. ربعة وعشرين صيفت لا شهده طيبية ما قبلتهاش. اه لو غشنو غيقع. في نفس اليوم اللي صيفت لا شهده طبية. تفصلت من العمل. دارت خدمتها بوحدها. بدون ما تتبع المسطرة القانونية. انها تعلم مفتي الشغل. او لا ترسل لي اه رسالة انذارية او ولا تدير معايا محضر استماع. توصلت بالفصل روكماندي. طبقت في حقها مسطرة الحق اه طرد تعسوفي. فعلا عن طريق المحكامة. ورسلت لها عون المحامة ديالي صيفت لاعون. حضر المحامة ديالها. باشرنا خمسة الجلسات. خمسة الجلسات. اه المشكلة هو انك دائما اه في اي جلسة عندي الوثائق ديالي مضبوطة العقد اللي بينو بينها. دائما كيتمناء العشرين غشت في السالي في شهر ستة. يعني ارى من طلقة دياله عقد فاطل. مبني على يوم عطلة. معلينة. تاني حاجة انني انا فشكت اعطني العقد كنش انجليزيه بوحدي. ما كت تاني حاجة. انه بش انه صرحت امام المحكامة انني مؤقتة. بالله عليكم كيفاش استاده. شاد المستوى السادس. وانتي حنال دياله كاتش النياب وكاتصادق عليهم. كنتسمى مؤقتة. واش مؤقتة. انتم في نظركم مؤقتة شنه هي. مؤقتة هي اللي كتجي تخدم في دلاس شي وحدة غتولاد شي وحدة مريضة او لا. هي دائما معتابراني مؤقتة. لاش? باش تحاول تنساحب من قضية التعويض. اللي كنطالب بي انا الان. انا كنطالب التعويض ديالي دي المدة خمس سنوات. فعلا حيث قانون الشغل كيقول بان المشغل الى باشر العقد مع الاستد دياله او المشغل. العقد اللول مدة العقد تاني يعني في السنة التانية كيولي رسمي. لا لا يعني هاد شي لا نقاش فيه. لهذا هاد سيدة طغات. كتصيفت لي هاتهديدات. كيوصلوني رسائل مجهولة. كيوصلوني مكالمات عن طريق ارقام هاتف مجهولة. هاد سيدة كتقول هاد سيدة كيفاش هاد سيدة كيفاش هاد سيدة كيفاش هاد سيدة تعطاها الحق ديالها وتترفض الحق ديالي اعلى. باي حق. لما نطالب بالحق ديالي بغيتنا ناخد تعويض ديالي المواطنين. المغاربة. كلكم كتسمعوني. ووليدات كلكم كلهم دازوا عندي. هاد سيدة طبقات في حق مستارة. وصيفت لي مذكيرة بان اني كنعنف لها وليداتها. عندي شهادة ديالستين اب. ايه قالي زي. في مقاطعة كتشهد بان هاد الاستاذة رها كفأة. وعلى دهري وقفات المدراسة. وخير دليل ان الوقت فاشقع لي الطرد. اللي كيجيس كيسوي الاستاذة سكينا ما كيناش. ما كيقيدش ولي دازو. علاش لان انا اللي كنت في المستوى. ومنقشنا هدرب هاد انا باش نتسمى انانية. ولكن كان بين خدمتي. عندي شهادة ديالجمعية تعليم الخصوصي بالمغرب كامل. الاساس يده من طالج القويرة. رئيس الجمعية والاعداء المنخرطين في ديالجمعية. كيش هدو بان بالكفاءة ديالي. ودليت بها امن قدر. المهم هو ان دابا المدكرة ديالي. المينوف ديالي. في المحكمة البتدائية. دابا طالبة الاستناف. طالبة النقدو الابران. وغنخرج بتصريح صحفي. باش نتابع على السيدة. ونبقى مع هاد الاخر لحظة. باش ناخد الحق ديالي. ولي هادا اخوتي المغابة اللي يوصلوا هاد الفيديو يحاول بارتارجي. بارتارجي. بارتو مع الاصدقاء ديالكم. بتشوفوا قيمة الاستاد. في التعليم الخصوصي. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة